أكد تقرير لدائرة الإحصاءات العامة تراجع النشاط العقري في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي وأظهرت الأرقام تراجع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة منذ بداية العام الحالي ولنهاية شهر شباط بنسبة 40.2% لتبلغ 3597 رخصة بتراجع إجمال مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 41.9% لتبلغ 1.104.000 متر مربع مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وحسب الغاية من الترخيص أظهر التقرير تراجع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 44.7% في أول شهرين من العام الحالي ومساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 30.4% أما على مستوى المحافظات فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمال مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 46.3% ثلاثة محافظة الزرقاء بنسبة 15% ومحافظة إربت بنسبة 14% تقريبا